السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي أحبابي في الله كيف حالكم أتمنى أن تكونوا جميعا بخير إن شاء الله تعالى قبل البدء في شرح محتوى الفيديو أعتذر عن طول الغياب نظرا لبعض الظروف والحمد لله الحمد لله الحمد لله كثيرا إذن أصدقائي في هذا الشرح سنتطرق إن شاء الله لشرح كيفية تشجيل الألعاب وما إلى ذلك الخاصة بجهاز البلاي سيشن تري وبلغة أفضل كيفية ربط جهاز البلاي سيشن تري بهاتفنا أندرويد عن طريق بعض القطع وبالتالي تشجيل الألعاب والشروحات من داخل جهازك الهاتف أندرويد إذن كما تشاهدون أصدقائي أنا أستعمل الهاتف وبعد البرامج لإظهار صورة جهاز البلاي سيشن تري على الهاتف كما تشاهدون وكما سوف تتأكدون كما تشاهدون يعني هذه عيقونات الهاتف لكي تتأكدوا أني أقوم بالتشجيل من داخل الهاتف أصدقائي إذن كما تشاهدون الصورة تظهر بكفاءة عالية وأيضا ليس هناك تشنجات كما تشاهدون يعني الأيقونات تتحرك بالشكل جيد ودون تشنج تفعيل الهين أيضا من داخل الهاتف يعني قمت بربط جهاز البلاي سيشن تري على هاتف أندرويد ببعض القطعة وبعض البرامج المتوفرة والرخيصة وإن شاء الله جميعكم ومن يريد هذا الشرح سوف يستفيد منه إن شاء الله تعالى إذن هذه الخطوات لكي تتأكدوا بأني أستعمل الهاتف في تشجيل يعني ألعاب وشروحات البلاي سيشن تري كما تشاهدون إذن أصدقائي ننتقل إلى الخطوة التالية وهي المتطلقة يعني هاتف أندرويد كما تشاهدون هاتف أندرويد هذا الهاتف يعني ثلاثة جيجا في الرام ثم قطعة الإيزي كاب هذه قطعة مهمة في توصيل الصورة من جهاز البلاي سيشن تري إلى الهاتف ثم بعد ذلك قطعة الأو تي جي شرحتها كثيرا في العديد من الشروحات على القناة كما تشاهدون وهي لربط اليو اس بي بالهاتف وسنحتاجها بربط الصورة من جهاز البلاي سيشن تري إلى الهاتف ثم هذا الكابل الخاص بجهاز البلاي سيشن تو يعني البلاي سيشن دو إذن هذه هي القطع المهمة أصدقائي في ربط جهاز البلاي سيشن تري بالهاتف أندرويد هذه القطعة يعني قطعة إيزي كاب في المغرب متوفرة ويعني تمنوا بخص مئة درهم يعني متوفرة يعني أصدقائي ومن يريد اقتناءه يعني من محلات أو من بعض المواقع هنا في المغرب المعروفة فليقتانيها ثم هذه القطعة المتوفرة عند أصحاب يعني بيع اكسسوارات الهاتف ثم هذا الكابل ومعروف هذا الكابل من منه لم يلعب على جهاز البلاي سيشن تو يعني الكابل الخاص بإيصال الصورة من بلاي سيشن تو إلى التلفاز العادي إذن هذه هي البرامج يعني القطع التي سنحتاجها في هذا الشرح بعد ذلك سننتقل إلى بلاي ستور لتحميل برنامجين مهمين وهو يو اس بي كاميرا يعني هذا البرنامج يجب تحميله من بلاي ستور فهو متوفر على البلاي ستور ثم البرنامج الثاني وهو برنامج يقوم بتشجيل يعني دي ريكورد يعني البرنامج الأول ثم البرنامج الثاني والبرنامجين متوفرين على البلاي ستور كما تشاهدون يعني قوم بتحميل هذه البرامج وقوم بتتبيته هذا البرنامج يعني آآ يقوم بتشجيل آآ الصورة من داخل الجهاز واليو اس بي كاميرا وهو البرنامج الخاص بربط الصورة من جهاز البلاي سيشن تري على الهاتف بتلك القطع التي شرحتها وسنأتي إلى كيفية ربط هذه القطع من جهاز البلاي سيشن تري إلى الهاتف إن شاء الله تعالى إذن ننتقل إلى الخطوة التالية وهي ربط هذه القطع بالهاتف إذن أولا أصدقائي نقوم بودع هذه الخيط في مكانها الأحمر مع الأحمر والأبيض الخاص بالصوت ثم الأصفر الخاص بالصورة ثم نضع قطعة على الخاص بالإيزي كاب ثم نضع القطعة على الهاتف كما تشاهدون ستظهر لنا النقطة الخضرة يعني يعني الجانب الآخر من الكابل نضعه على جهاز البلاي سيشن تري في مكاني بالتالي سوف تظهر لك النقطة الخضرة بمعنى الكل يشتغل بالطريقة الصحيحة عند تشغيل البلاي بعد وضع هذه القطع سوف تظهر لك الصورة على جهازك كما سنشاهد قليلا أصدقائي إذا كما تشاهدون ظهرت لنا الصورة على جهازنا يعني آآ فقط قم بتطبيق هذه الخطوات آآ هذه الخطوة يعني تقوم بتشجيل يعني صورة الجهاز يعني برنامج عند تعديله يظهر لك على الشاشة بالتالي تضغط على تشجيل سيظهر العد من واحد الى ثلاثة ثم يبدأ التشجيل إن شاء الله تعالى إذا أصدقائي كما تشاهدون تم ربط جهاز البلاي سيشن تري بجهاز بجهازنا الاندرويد بنجاح في هذه اللحظة أصدقائي سوف أقوم بأخذ التشجيل يعني بتكبير الشاشة لن يظهر لكم الجهاز الاندرويد لكن كما تشاهدون ظهرت الشاشة كاملة وفي نفس الوقت أنا ما زلت أشتغل بالهاتف نضغط نوق نوق لأن نوق خاصة بالهاتف نضغط نوق ثم بعد ذلك ستظهر لنا الشاشة على هذا الشكل هي غير كبيرة وغير يعني ظاهرة بالشكل الصحيح لكن يلزمون بعض التعديلات على البرنامج الذي يسمى يو اس بي كاميرا استقائي إذن سوف نقوم ببعض التعديلات على هذا البرنامج نخرج يعني تصغير الصورة نضغط على سيتينج أوكي ثم نضغط على فيديو ثم ستة عشر كما تشاهدون ثم نضغط على فيديو كما تشاهدون ثم سبعمائة وعشرون خمسمائة وستة وسبعون لتكبير الصورة ثم نضغط أوكي وبالتالي سوف تظهر لنا الصورة على كامل شاشة الهاتف كما تشاهدون وأصبحت الصورة بكفاءة عالية نذهب إلى جهازنا البلاي سيشن أيضا لنقوم ببعض التعديلات نضغط على بارامتر فيديو ثم نضغط على ستة عشر دبوة تسعة أيضا هنا لكي تظهر لنا الشاشة كبيرة وحتى عند تشغيل الجهاز تظهر لنا ايقونات الهين اذا اصدقائي من خلال هذه القطعات البرامج يمكنك تشجيل العابك ورفعها على اليوتيوب بطريقة سهلة ورخيصة ان شاء الله تعالى اذا ان اعجبكم الفيديو لا تبخلوا علينا بالزر الاعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم الجديد وترقبوا الجديد ان شاء الله تعالى دمتم في رعاية الرحمن